اشتركوا في القناة عندي امر رابع وفيه موارد وصلنا الى المورد الثامن والعشرين الكامل جزء عاشر في صفحة مائتين وستة وتسعين ثم دخلت سنة ثلاثة عشرة وستمائة سنة ستمائة وثلاثة عشر هجري ذكر وفاة الملك الظاهر صاحب حلب قال ابن الاثير في هذه السنة في جماد الاخرة توفي الملك الظاهر غازي ابن صلاح الدين يوسف بن ايوب وهو صاحب مدينة حلب ومنبج وغيرهما من بلاد الشام وكان مرضه اسهالا وكان شديد السيرة ضابطا لاموره كلها كثير الجمع للاموال من غير جهاتها المعتادة وكان شديد السيرة ضابطا لاموره كلها كثير الجمع للاموال من غير جهاتها المعتادة عظيم العقوبة على الذنب لا يرى الصفح وله مقصد يقصده كثير من اهل البيوتات من اطراف البلاد والشعراء وأهل الدين وغيرهم فيكرمهم ويجري عليهم الجاري الحسن أقول الملك السلطان ولي الأمر يجمع الأموال من الناس بغير وجه شرعي بغير وجه شرعي ولا أخلاقي ثم يرشي الرموز الدينية والاجتماعية والمرتزقة فيخدرون المجتمع فيصبح كالأنعام ترضى بما يفعل بها دون اعتراض وهذا هو الحال وتميز أكثر في عصرنا بفعل الدولار يكمل ابن الأثير ولما اشتدت التي عهد بالملك عهد بالملك بعده لولده أو لولد له صغير اسمه محمد ولقبه الملك العزيز غياث الدين أمره ثلاث سنين وعدل عن ولد كبير لاحظ ترك الكبير وأمر الصغير وملك الصغير لماذا يقول وعدل عن ولد كبير لأن الصغير كانت أمه ابنة عمه الملك العادل أبي بكر بن أيوب صاحب مصر ودمشق وغيرهما من البلاد فعهد بالملك له لماذا يقول ليبقي عمه البلاد عليه ولا ينازعه فيها فعهد بالملك له ليبقي عمه البلاد عليه ولا ينازعه فيها أقول ملك عادل ينازع على البلاد إذا لم تكن لابنته ومع هذا فهو ملك عادل وعادل جدا أقول ومع هذا فإن النهج التيمي والفكر الداعشي الإقصائي يعتبره عادلا ويصر على عدالته فلا عجب على ابن تيمية ونهجه أن ابنة الملك العادل وابن بنت الملك العادل حلال عليهم الملك للبلاد والعباد لا تعجب لا غرابة في مواقف ابن تيمية فلا عجب على ابن تيمية ونهجه أن ابنة الملك العادل وابن بنت الملك العادل حلال عليهم الملك للبلاد والعباد وأما بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبن بنت رسول الله عليهم الصلاة والسلام فحرام عليهم فدك والميراث بل يذبح الصبت مع الأولاد والأصحاب عليهم السلام ويأخذ النساء والعيال أسارة يطاف بهم في البلدان هذا غريب عجيب بمقياس المجتمع والأخلاق فكيف مع مقياس الشرع والعقل وحكم العقلاء لكنه ليس بغريب على المارقة وابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله وعليهم السلام وصلى الله عليه وعلى حران والصابق الفتحايا والسلام ماذا تريدون بعد هذا يقبل ابن الأثير يقول ومن أعجب ما يحكى أن الملك الظاهر قبل مرضه الملك الظاهر ابن صلاح الدين قبل مرضه أرسل رسولا إلى عمه العادل بمصر يطلب منه أن يحلف لولده الصغير فقال العادل سبحان الله أي حاجة إلى هذه اليمين الملك الظاهر مثل بعض أولادي فقال الرسول قد طلب هذا واختاره ولا بد من إجابته إليه فقال العادل كم من كبش في المرعى وخروف عند القصاب وحلف فاتفق في تلك الأيام أن توفي الملك الظاهر والرسول في الطريق أقول التفجي ماذا يقول قال ابن أعجب ما يحكى يقول أن الملك الظاهر قبل أن يمرض أرسل رسول إلى العادل إلى عمه بمصر قال له أريد أن يحلف عمي لولدي الصغير أن يوافق على تولية الصغير وهو ابن بنت العادل وينزم الناس بهذا الأمر فقال العادل سبحان الله لا يحتاج إلى هذا لا يحتاج إلى اليمين الملك الظاهر ابن صلاح الدين هو مثل بعض أولادي فقال الرسول هو أثر على هذا وقال له لا بد من أن تحلف على الصغير أن تؤمر الصغير وأن تثبت ولاية العهد للصغير ابن بنتك فماذا قال العادل قال كم من كبش في المرعى وخروف عند القصاب كبش في المرعى ليس عليه شيء وخروف عند القصاب ينتظر الذبح وحلف وفاتفق في تلك أيام يقول فاتفق في تلك الأيام أن توفي الملك الظاهر والرسول أين في الطريق التفت جيدا يعني لماذا ريدا يقول لماذا العجب هنا يقول لأن الملك الظاهر أرسل الرسول وهو ليس بمريض فحالف العادل ورجع الرسل في الطريق توفى الملك الظاهر هل هذه من كرامات الملك الآدل بأنه توقع أن هذا سيموت وسيخلفه الصغير هنا أقول لا أعرف في الضبط من أي شيء يعجب ابن الأثير هل تكذيبا وتسفيها لما يحكى لأنه ماذا قال قال ومن أعجب ما يحكى أن الملك الظاهر فأقول هل أنه من أي شيء يعجب هل أنه أصابه العجب أو أثار قضية العجب وقال أعجب ما يحكى يريد أن يكذب ويسفه ما حكيه هل تكذيبا وتسفيها لما يحكى أو أنه يريد التمجيد بالعادل يريد التمجيد بالعادل وزعم أن له كرامة ويريد زعم أن له كرامة بحيث علم أو تنبأ بموت غازي عندما قال كم من كفش في المرعى وخروف عند القصاب حيث قال ابن الأثير أن الظاهر غازي قبل مرضه قد أرسل للعادل لكن هذا يخالف ويعرض ما نقله قبل أكثر من سطرين حيث قال ابن الأثير ولما اشتدت علته عهد بالملك بعده لولد له صغير اسمه محمد التفت جيدا قبل سطرين هو ابن الأثير قال قال ولما اشتدت علته إذن أصابه المرض عهد بالملك بعده لولده الصغير اسمه محمد بعد سطرين ماذا قال قال قبل أن يمرض عهد لولده وأرسله إلى الملك العادل لكي يحلف على الولد الصغير والرسول في الطريق في طريق العودة مات الملك الظاهر فكيف نجمع بين هذا وذاك ترجمة نانسي قنقر